السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات وطالبات وأولياء ومراسة في السائس الإعدادي إن شاء الله النهاردة نبدأ مع بعض شرح دروس يونت 9 اللي هي بعنوان بالدرس الأول والتاني إن شاء الله الشرح هيكون من كتاب المعاصر بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعالوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا إن شاء الله دعمكم طبعا مهم جدا لنا لأنه بيشجعنا نقدم أكتر ونستمر يلا نبدأ مع بعض هنبدأ في بيش 112 هنبدأ بالفوكابلوري على لسن 1 and 2 الدرس الأول والدرس الثاني هنبدأ طبعا بالكي فوكابلوري اللي هي المفردات الرئيسية عندي أول حاجة بيقول لي sustainable اللي هي معناها مستدام أو صديق للبيئة sustainable ودي طبعا adjective صفة عايز أقول مثلا اللي هي بتساوي إيه طبعا اللي هي continual اللي هي معناها برضو مستدام أو مستمر continual يبقى sustainable معناها مستدام أو صديق للبيئة اللي هي كمان بتساوي إيه اللي هي الـ renewable اللي هي معناها متجدد renewable اللي هي معناها متجدد products اللي هي معناها منتجات products products طبعا أنا بقى عايز الفرب طبعا إحنا عندنا الـ verb اللي هو produce اللي هو معناها ينتج ده الـ verb product اللي هو معناها منتج طبعا أنا عايز أقول إنتاج production production اللي هي معناها الإنتاج ده النون وعندي طبعا اللي هو produced استخدمت التصريف التالت كصفة اللي هي مع حاجة منتجة يعني adjective طبعا أنا عايز أقول اللي هو المنتج بقى اللي هو الشخص اللي بيقوم بالإنتاج اللي هو producer ده اللي هو النون الشخص يبقى أنا عندي products اللي هي معناها منتجات production production إنتاج produced منتج producer اللي هي معناها منتج productive productive اللي هي برضو بتستخدم كأجكتف معناها إنتاجي بعد كده بيقول لي mangrove trees اللي هي أشجار المانجروف اللي هي شجر استوائي mangrove trees mangrove trees rising rising اللي هي معناها متزايد rising ويبضي بتستخدم كأجكتف جاية طبعا من verbi rise اللي هي معناها يرتفع أو معناها يزيد rise ورائز دي طبعا هو فعل غير منتظم التصريف الثاني منه rose والتالت risen rise rose risen ويه رائز دي بتسوي go on go up sorry go up معناها برضو يتزايد أو معناها يرتفع sea level اللي هو معناه مستوى سطح البحر sea level sea level sea water sea water اللي هو مياه البحر sea water crops crops اللي هي معناها محاصيل زراعية crops float float اللي هو الفيضان أخد بالي من كلمة float وكلمة fluid اللي هي معناها إيه اللي هي معناها سائل fluid اللي هي معناها سائل أما float اللي هي معناها فيضان طيب كلمة فيضان طيب كلمة فيضان دي بتستخدم كverb وكناوين يعني معنى فيضان أو كمان بمعنى يفيد ويبقى كده استخدم الفيرب ing اللي هي floating برضو اللي هو الفيضان كناوين كاسم وطبعا مضادها اللي هي drought اللي هي الجفاف drought دي يعني جفاف وي عندي كلمة أخد بالي بقى من كلمة drought وكلمة drought اللي هي برضو دي معناها طيار يبقى اللي بلقيه طيار وبلقوه معناها جفاف أما float معناها فيضان بنقوم لقيه واحدة واحدة كده وبنقرر الكلمات علشان الناس اللي طلبت ان احنا نقرر لك احنا بنقرر طبعا الكلمات أكتر من مرة ولكن طبعا احنا بنشرح واحدة واحدة وبرضو بنقرر الكلمات كتير علشان كل الناس طبعا تقدر ان هي تفهم بكل سهول rechargeable اللي هي معناها قابل لإعادة الشحن rechargeable rechargeable أنا عندي اللي هو الverb charge charge يعني يعني شحن ده الverb ضفنا له البادئة re اللي هي بتسوي again يعني بقت recharge معناها يعيد شحن ضفنا لها اللي هو اللحقة ده ايه ده الverb ضفنا لها اللحقة اي بي ال اي تحولت ايه بقت rechargeable اللي هي قابل لإعادة ايه الشحن طيب اما اللي هي chargeable بقى لو انا استخدمتها مع verbi charge verbi chargeable اللي هي معناها قابل للشحن او ايه حاجة طبعا بين شحنها وعندي chargeable للهواء الشحن ده النون يبقى ثاني rechargeable معناها قابل لعادة الشحن جاه ازاي كان اصلها verbi charge اللي هو يشحن ضفنا له البادئة قريبة ريت شارد يعيد شحن rechargeable اللي هي عندنا دي اعادة الشحن او قابل لعادة الشحن اما chargeable حاجة بتتشحن او مشحون ويتشاردر اللي هو الشحن بعد كده عندي seedling اللي هي معناها نبتة او شجيرة صغيرة seedling انا عندي seed بس يعني بزرة البزرة اللي احنا بنزرع عشان تديني نبتة والبعد النبتة تديني ايه تديني طبعا نبات وعندي shoot اللي هي معناها نبتة او فسيلة shoot seedling shoot seed bamboo bamboo دل ونبات الخيزران bamboo shopping bag shopping bag اللي هي حقيبة التصوق احنا هنا بنستخدم shopping طبعا adjective قصفة جاي من الverb shop اللي هو معناه يتصوق ويستخدمنا طبعا الverb shop معناها يتصوق او معناها محل كبير متصدم كverb اما هنا معناها حقيبة التصوق battery battery اللي هي معناها بطارية light bulb light bulb light bulb اللي هي مصباح اضاءة climate change climate change اللي هو تغير المناخ او التغير المناخ وقلنا قبل كده الفرق ما بين climate weather وقلنا ان weather معناها حدث التقس الفترة زمنية قصيرة يوم او اتنين او اسبوع اما climate اللي هو مناخ الدولة بصف بصف عم بعد كده عندي carbon food brand carbon food brand اللي هي بصمة كربونية carbon food brand هي كلمة food brand اصلا معناها اثر قدم يعني اثر يعني ما اقول food brand اللي هي اثر الاقدام اما carbon food brand اللي هي بصمة الكترونية energy saving energy saving موفر للطاقة دي كلها بتستخدم كأجكتف كأيه كصف reusable اللي هي معناها يمكن اعادة استخدام reusable زي الحارجبل بالضبط عندي verb use اللي هي معناها استخدام ضفطلو البادئة re بقت reuse اللي هي يعيد استخدام ضفطلو اللحقة apple بقت يمكن اعادة استخدام اللي هي reusable انا ممكن استخدم برضو البادئة دي اللحقة دي مع use وقول usable اللي هي مستخدم ري سايكل اللي هي معناها يعيد تدوير ري سايكل ري سايكل طيب انا عندي بقى اعادة التدوير اللي هي ايه نكتبها هنا كده اللي هي ري سايكل بنضيف للفعل ing ولكن ما نحزف ايه بقت طبعا معناها اعادة التدوير ولا لو عايز بقى الصفة التصريف التالت للفعل بفتخدم كصفة ري سايكل اللي هي معادة تدوير ودي الاجكتب وير سايكل يعيد تدوير ولكن عندي سايكل سايكل اللي هي معناها يرقب دراجة وي سايكل اللي هي معناها ركوب الدراجات بعد كده اكسرسايز على هنكمل بإنرجي سيفنج اللي هي بوفر طاقة محصيل منجروف تريز اشجار المانجروف سستنبل اللي هو معناه مستدام سي ليفل ارتفاع نهر او مستوى سطح البحر عايزي يقول لي ايه اللي بيمو طبعا في مياه البحر بطول الساحل القاست هنا معناها ساحل ولكن اخد بالي من كلمة قاست دي اللي هي معناها يكلف او يتكلف ايه اللي بينمو طبعا اللي هو المانجروف تريز اللي هي اشجار المانجروف يعجب ان احنا نستخدم لمبات ايه اللي كيتوفر في القهرباء اللي هي انرجي سيفينج لمبات موفرة للطاقة مرتينج ايس انكريز نقط اذا وبان الجاليد بيسبب ايه اللي هو سي ليفل اللي هو ارتفاع طبعا مستوى سطح البحر بقى وبيزيد مستوى سطح البحر ودي نمبر ثري البترول والغاز الطبيعي هي ليست اشكال ايه من الطاقة ليست سستينبل اللي هي من اشكال الطاقة طبعا المستدد دي ايجابة السؤال نمبر فور نكمل مع بعض بيقولي بيبر اللي هو الورق او ورقية بتصدم كناوان وكا ايجيكتف بيبر 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 بلاستيك بلاستيك بيستخدم كبرضو كناوان كاسم وصفة بمعنى بلاستيك او بلاستيكي يعني بيجي لو جي بعدها اس هي في الحالة دي بتستخدم كأجيكتف كصفة نفس الحكاية لو جي بعدها بتستخدم كأجيكتف توث براش توث براش اللي هي فرشات اسنان توث براش اه الكتريك الكتريك اللي هي كهربائي وضصفة يعني خاصة بالاجهزة خاصة بالايه بالاجهزة يعني انا عايز اقول مثلا خلط كهربائي او اما انا عندي الكتريك اخدها كده تحت خاص بي الاعطال او المشاكل اللي هي خاصة بالكهرباء يبقى استخدم دي اللي هي الصفة طب انا عايز اقول القهرباء بقى اللي هي ده النون اللي هي القهرباء طب انا عايز اقول الشخص اللي بيعمل في القهرباء ده النون اللي هو الشخص اللي بيعمل في القهرباء طب انا عندي فيه كلمة كبان اسمها اللي هي الكهرباء دي electronic electronic دي غير electric electric كهرابي أما electronic اللي هي elektroni ويلكتروني وعايز أقول electronics اللي هي لو ضفتلها الاس كده بقت النون اللي هي الالكترونية environment اللي هي البيئة عند الفرب environment اللي هو ده معناه يحيط ده الفيرب ولو ضفت له طبعا ال-e دي بقى environment اللي هو المحوض ضفت له اللحقة m-e-n-t طبعا بقى environmental اللي هي ال-e اللي هي البيئة ولو انا ضفت ال-environment ال-al اطبحت ال-adjective اللي هي environmental اللي هي بي يبقى زين environment اللي هو الفيرب معناه يحيط environment اللي هي البيئة والمكان اللي هو محوض environmental اللي هي بي بترول اللي هي معناها بترول او بنزين طبعا انا عندي كلمة ايل اللي هي النفط بتسوي كلمة بتروليام بتروليام اللي هو النفط او البترول اما البيترول ده البنزين وفيه الناترال جاز اللي هو الغاز الطبيعي الكتراستي اللي هي القهرباء زجاجة مياه اخد ده اللي بقى من الكلمات المركابة اللي هي بتكون عبارة عن كلمتين سواء كلمتين دول منفصلين كده او كلمتين دول متصلين زي عندي توث براش كده فرشة سنان طبعا انا لو هاجي اجمع بجمع الاسم الايه الاسم طبعا التاني ما بجمعش الاسم الاول حتى لو هو ايه يجمع يعني انا ماقولش تيث براشز لا او اللي ايه توث براشز ولكن انا برضو ماقولش ووترز بوتلز او الووتر بوتل كافي شوب صبعا كلمة ووتر وكافي اصلا هي لا تعد ولا تجمع ولكن في حالة ما كان عندي كلمتين مركبة يعني كلمة مركبة من كلمتين اتنين حتى الكلمة الاولى دي لو تجمع انا ما بجمعش الا الاسم طبعا التاني فقط بلوج ان معناها يوصل فيشة بالقهرباء بلوج ان بلوج ان طبعا ده فعل منتظم الماضي منه باضافة ال اي دي ولكنه فعل بينتهي بحرف ساكن قبل متحرك بنضعف الحرف الساكن منضيف ال اي دي بقى بلوج ان معناها متوصل فيه لكن ايه اللي هي لوج ان لوج ان دي معناه يسجل دخول على اي موقع تشارج معناها يشحم بالقهرباء تشارج هيروغلافس هيروغلافس اللي هي اللغة الهيروغلافية نكمل في بيج 113 افكت اللي هي معناه يؤثر على افكت ده طبعا ده الفرب اما افكت اللي هي معناها تأثير افكت دي النون اللي هو الايه الاس يبقى عندي افكت اللي هي معناه يؤثر وبتغط حرف الخارج اما افكت اللي هي معناه تأثر كاميونتي اللي هي معناه مكتمع كاميونتي كاميونتي بتساوي سوسائتي سوسائتي برضو معناه مكتمع سولت معناه ملح فورست معناه غابة اللي احنا نستئلين هذا الوقت اللي هي الادجيكتيف من environment الصفة من environment environmental اللي هي بيئي environmental nature الطبيعة طب انا عايزة بقى ايه استخدم منها الصفة او اجيب منها الصفة بحث في ال E و ضي في ال AL بقى natural اللي هي معناها طبيعي ودي ال adjective الصفة shop window واجهة المحل اللي هي الفاترينة طبعا لو انا عايزة اجمع اجمع الاسم التاني اللي هي واجهات المحل او الفاترينة storm معناها عصيفة طب الاو انا عايز منها اللي هي됐ه stormy stormy اللي هي معناها عصف بضف لها ال Y زيها زي وانت اللي هي رياح طبعا بندف لها ال Y بقت عصف اللي هي كثير بالرياح او عصف زي kelaud اللي هي سحابة بندف لها ال Y بقت كلاود دي ملبت بالغيوم sun اللي هي الشمس طبعا بندف لها ال N طبعا من ضعف الاني تاني وإيوي بندف لها ال Y في الحالة دي طبعا بقت station معناها موقف ستاشن سوري سوري ستاشن دي اللي انا قلتها دلوقتي دي سوري يا شباب ستاشن دي معناها محطة ستاشن اما ستاشن اللي هي معناها موقف ستاشن رياح اللي هي صفحة على الانترنت اللي هي معناها يقتل طب انا عايز اقولي القاتل انا بضيف اللاحقة عشان تديني الاسم من الفعل ومع ذلك اداة رابط تربط جملتين بينها ما تناقض وهي من رابط التناقض زي بط وزي اوزو اللي هي معناها يحل او يجد حل طب انا عايز بقى ايه الحل بقى اللي هو الحل سول في حل سولوشن اللي هو الحل لاند اللي هي ارض يابسة لاند لاند فيلد فيلد اللي هو الحقل تيم تيم اللي هو كلمة فريق كاست كاست ساحل اما كاست معناها يكلف زي ما قلنا قبل كده سي انامال اللي هي حيوان بحري سي انامال سي انامال اللي هي برضو حيوان بحر بروتاكت بروتاكت اللي هي معناها حماية بروتاكت ولو استخدمنا التصريف التالت للفعل اللي هي بروتاكتد اللي هي محمي دي الاجكتب طب انا عايز اقولي الحماية بقى بروتاكشن بروتاكشن اللي هي معناها حماية اللي هي وقائي طبعا دي معناه وقائي أو شيء خاص بالحماية بعد كده اللي هي دول ومدن جامع دولة مدن جامع سيتي مدينة اللي هي دولة اليونان أما كندا اللي هي دولة كندا اللي هي مدينة الغرطقة اللي هي في إيجبت مصر طبعا الجزء الخاص به تصريف الأفعال اللي هي مغير منتظمة عندي جو يذهب الماضي منها وانت تصريف التالت جون جو وانت جون ساند يرسل ساند 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 وانا عندي يرسل مددها ريسيف اللي هي معناها يا سلام دي المدد بتاعها أو العكس بعد كده الجزء الخاص بالديفناشنز اللي هي بامبو كب اللي هو كوب مصنوع من نبات البامبو أو من نبات الخيزران هو طبعا فنجان أو كأس أو كوب مصنوع من عشب طبعا طويل وقوي اللي هو عشب اللبات الخيزران energy saving light pulp اللي هي مصباح إضاءة موفر للطاقة energy saving light pulp a glass object وهي شيء كده زوجاجي هنا glass معناها زوجاجي that uses less electricity than usual to give light اللي هو بيستخدم طاقة أقل أو كهرباء أقل من المعتاد لكي يعطي الضوء بنسميه مصباح موفر للطاقة reusable اللي هو يمكن أعادة استخدامه able to be used again بيكم قادر على أنه يعاد استخدامه أو يستخدم مرة أخرى احنا قلنا البديئة ready معناها again rechargeable اللي هي معناها بطاريات قابلة لإعادة الشحن rechargeable battery something that gives power to a machine toy car etc هو شيء بيعطي الطاقة للآلة أو اللعبة أو السيارة الأخير and which you can continue to add energy to وهو كمان ممكن أنت تقدر أو تستمر في إضافة الطاقة له so that they can turn on work to work بهدف أن هي طبعا تستمر في العمل يعني احنا بنيديها طاقة عشان تستمر في العمل light bulb اللي هو مصباح إضاءة glass object chic zogaygi that you put in lights بتضع في الضوء which changes electricity into light واللي بيغير القهرباء إلى ضوء sustainable اللي هو مستدام أو صديق للبيئة causing little or no damage to the environment هو بيسبب ضرر أو قليل أو كمان ممكن ما يسببش ضرر خالص للبيئة ده الإيه البيئة اللي هو المستدام أو الصديق للبيئة crops المحاصيل plant plants that we grow on farms النباتات اللي احنا بنزرعها في المزارع دي بنسميها المحاصيل نكامل في page 114 mangrove tree اللي هي شجرة المانجروف طبعا small tree with roots above the ground هي طبعا شجرة صغيرة بجزور فوق الأرض which grows in or near the coast or rivers طبعا اللي هي بتنموية إما فيه أو بالقرب من الساحل أو الإنهار seedling اللي هي الشتلة أو النبدة a small plant which has started to grow from a seed هو نبات صغير بدأ من إنه ينمو من بزرع يبقى احنا بنزرع البزرع تتحول إلى نبتة والنبتة تتحول إلى نبات كبير rising sea levels التفاع مستوى البحر when the sea becomes higher عندما يصبح البحر أكثر ارتفاعا because climate change melts the ice at all طبعا عندما أو بسبب إن تغير المناخ بسبب في زوبان الجليد في الكطبين اللي هو الكطب الشمالي أو الكطب الجنوبي اللي هي الأقطاب يعني بعد كده الجزء الخاص بالكليكيشنز اللي هي المتلازمات اللفظية verbs and nouns أفعال وأسماء بتقولني expressions تعبيرات عندي get a job معناها يحصل على وظيف أما do a job معناه يؤدي وظيفة أو يقوم بعمل وظيف pass the test يكتازي الامتحان كلمة pass بتساوي succeed in اللي هي معناها ينجح فيه ولكن pass ما بتاخدش حرف gar أما succeed بتاخد حرف gar in بعد كده الجزء الخاص بالسنانمز and anternams الصنرامز دي اللي هي المترادفات والانتنامز اللي هي المضاد أو opposite يعني أنا ممكن ألاقي كلمة opposite اللي هي معناها مضاد أو ألاقي كلمة meaning اللي هي معناها معنى عندي طبعا block in اللي هو يوصل بالكهرباء بتا connect يوصل أو block out ومضادها طبعا block out يفصل من الكهرباء higher أكثر ارتفاعا بتساوي more ويأقصها lower or less أقل أو أقل ارتفاعا أو مخافض يعني little اللي هي صغير السن معناها young ومضادها old provide يعطي أو يمد ومضادها take يأخذ sustainable معناها maintainable أو continual زي ما قلنا أو renewable برضو زي ما قلنا ومضادها unsustainable وnon renewable أغير متجدد أو غير مستدد give up معناها يكلعان بتساوي stop يتوقف عن مع ومضادها continual هي معناها يستمر بعد كده الجزء الخاص بالprefixes and suffixes المقاطع البادئة والنهية عندي البادئة on بتديني عكس المعنى احنا قلنا ان في كذا بدئة بتدي عكس المعنى اللي هي البادئة دي سوى البادئة l و m و n و ab و on طبعا كل دول بيدوني عكس المعنى ولكن كل بدئة من البادئات دي لها كلبات محددة بتستخدم معه عندي usual اللي هو عادي unusual غير عادي عندي healthy اللي هي صحي عندي unhealthy اللي هي غير صحي re معناها again يعني معناها اعادة الفعل مرة اخرى reusable يمكن اعادة استخدام معناها reusable again rechargeable قابل لاعادة الشحن معناها charitable again اما ال apoa بتعطي معنى القدرة او الامكانية وكمان بتعطي الصفة من الفعل يعني عندي rechargeable يمكن اعادة شحن sustainable معناها مستدام page 115 ده الجزء الخاص به general notes عندي كلمة paper احنا عارفيني ان paper يعني ورق ولكن طبعا هي الكلمة دي ممكن تستخدم بمعنى ورق وفي الحالة دي ممكن تستخدم كاسم لا يعد زي ما اقول مثلا استخدام الادوات الرقمية بتخليني استخدم ورق اقل هنا ال paper يعني ورق اللي هي الورق يعني ده هنا اسم لا يعد ولكن لو استخدمتها بمعنى جريدة في الحالة دي طبعا هي كلبة تعد ونقول a paper جريدة يبقى انا لما شوف paper لا يعد يبقى معناها ورق اشوفها بتعد يبقى معناها جريدة انا اعتدت ان انا اشتري جريدة كل يوم معناها اعتد على فعل شيء في زمن الماضي ولكن لا يفعله الآل اذا هو كم تعود يبقى استخدم everyday عادة في الماضي طبعا جريدة الاهرام والاخبار دي جرائد قومي يبقى انا لو شوفت كلمة paper لا يعد او طبعا لا يستخدم معها او 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 في المفرد ولا هي جمع يبقى في الحالة دي اسمعناها ورق اما لو لقيتها بقى معها او 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 في المفرد سوري معها او في المفرد مش اصطادم معين معاها او في المفرد وموي الجامع papers في الحالة دي معناها جرائد وليس معناها ورق بعد كده الاسماء المركبة عبارة عن اسماء مكونة من كلمتين زي ما قلت دلوقتي الكلمتين دول ممكن يكونوا منفصلين او متصلين ولكن هو هنا بيديني ازاي اكون كلمة مركبة ممكن تتكون من اسمين زي عندي ايه عندي سي ليفل نون ونون سي البحر الليفل مستوى بقى مستوى سطح البحر سي ليفل ولو حجمه حجمه الكلمتين سي واطا برضو هنا ايه كلمتين اتنين سي واطا اللي هي اسم البحر ومياه رين اللي هو مطر وفورست غابة رين فورست غابة مطيرة طيب انا ممكن اكون اسم من اسمه اسمه مركب من اسمه وفعل رين فول اللي هو طبعا رين المطر وفول يسقط اللي هو سقوط المط هير قط الهير اللي هو الشعر وقط اللي هي طبعا يقطع هير قط اللي هي تسريحة شعر او قصة شعر ومكن اكونها من ناون اسم وحرف جر زي باسر باي اللي هو عابر سبيل ده اسمها اللي هو المر يعني او العابر وباي ممكن اكونها من صفة واسم جرين هاوس جرين هنا مش معناها اغدر هنا معناهم طبعا نصيف ممكن جمان يكون معناها اغدر اللي هو جرين هاوس سوبة زجاجية او بيت زجاجي سوفت وير اللي هو برمجة الحسب اللي هو فعل وطبعا حرف جر لوك اوت اللي هو معناها مراقبة هي لوك ينظر وآوت لوحرف جر لوك اوت على بعضها مراقبة تيك اوف معناها اقلاع هي تيك لوحدها وآف لوحدها تيك اوف معناها معناها يخلع او معناها اقلاع تيك اوف معناها اقلاع يوفر live more a sustainable life live more sustainable life معناها يعيش حياة اقصر استدامة getting higher يزداد ارتفاع او يرتفع getting higher save water save water يوفر المي اكسه ايه او مضضائي west west يعني ايه west يعني يهدر او يضيع form of writing form of writing معناها طريقة الكتاب عندي prepositions زي on the red sea coast على ساحل البحر الاحنى اخد بالي من حرف جرء on on the red sea coast turn off turn off معناها يطفق جئاس ومضادها turn on معناها يشغل come on two farms come on two farms يغمر المزارع provide for provide for يوفر لي اما provide with معناها يمد بي on holiday في اجازة on holiday لكن انا عايز اقول in واستخدم حرف الجر in اقول in the holiday اما on holiday على بعضها معناها في اجازة made from معناها مصنوع من مصنوع من مادة لم تقل مصنوع من مادة تتغير بعد الصن طيب made of مصنوع من مادة لم تتغير بعد الصن along the coast معناها بامتدال او بطول الساحل اخد بالي من كلمة along along على بعضها معناها بامتداد لكن the a لوحدها ليه ادت النقرة والlong لوحدها وجاي بعدها نون اس بمعناها هنا طويل coast by معناها تحدث بسبب بعد كده الجزء الخاص بالlistening وريدنج وده جزء مهم جدا جدا طبعا انا بسيب الجزء ده انت تقرأه بنفسك النظرة لذلك الوقت بس مش اكتر علشان طبعا علشان اقرأ الدرس واشرحه هيكون فيه وقت كبير في الفيديو كمان انا ممكن عايز اعمل فيديو تاني اشرح في الدرس ولكن انا كنت شرحت الدروس قبل كده على القناة تقدروا تدخل على القناة وتتابعوا فيديوهات الشرح ولكن اعتقد ان انا بعد اه ما شرحت كل الفوكابل موجودة وشرحت كل حاجة موجودة في الدرس حتى لو هي كمان مش مكتوبة في الدرس انا برضو شرحتها علشان انت وانت بتقرأ تفهم طبعا ايه اللي انت بتقرأه لكن الاول لازم تزاكر الحاجات اللي احنا شرحناها وتزاكر طبعا الجرامر القواعد وبعد كده تبدأ بقى تقرأ الدروس هتلاقي نفسك بتقرأ وبتفهم كويس جدا مهم جدا قراءة الدروس زي مده من بقول وبنبه علشان سؤال طريقتك بقى عايز تاخدها كده وتكتبها ماشي عايز ايه عايز تفهمها وتكتب بطريقتك اوكي ما فيش مشكلة اهم حاجة بعد عن الحفز علشان الحفز ده مش هيديك نتيجة ولكن بالعكس طبعا انت بعد كده مش هتقدر ان انت تكتب اي حاجة او اي موضوع يجي قدامك مش هتقدر تكتبه لان انت ما تأسستش فيه او معرفتش تدرب نفسك واحدة واحدة على ان انت تكتب فيه نحاول ان احنا نتدرب على سؤال البراجراف من الاول ناخد كده الموضوعات كده واحدة واحدة نقرأ الدروس وناخد منها افكار نكتب علشان مجيش اخر الترم عايز احفظ ومش عارف احفظ ومش عارف اكتب لأ الحاجات دي طبعا نلغيها خالص نلغي الحفز خالص احنا دلوقت بنعتمد على ان احنا بنتعلم ازاي نكتب الحاجة دي ومنتدرب عليها طول الترم فما نجيش بقى نسيبها لحد اخر الترم ونيجي بعد كده نقول احنا عايزين نحفظ لأ الحفز لا الحفز مش هنمي عندك مهارة الكتاب الحفز بيديك بس كده كلمتين تكتبهم في الامبحان لكن احنا عايزين ننمي مهار اللي هي مهارة الرايتنج الكتاب يبقى احنا لازم نتعلم ازاي سنة تالتة ان احنا نكتب كمان حاجة القراءة دي حتساعدك او الدروس دي حتساعدك في الاسئلة كتيرة زي مثلا الديالوج اللي قدامي ده كده الدرس ده عبارة عن ديالوج ممكن يجيلي منه سؤال ديالوج مثلا او ممكن يجيلي منه سؤال تشوز دا كاركت انصر اختر الايجابة الصحيحة كل الحاجات دي طبعا ممكن تجيلي من الدروس او بتجيلي بالفعل من الدروس فالدروس مهمة جدا جدا مش لازم ان احنا نحملها وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اللي عنده اي سؤال اي استفسار يكتب لي في كومنت انا برد على كل الكومنت اللي بتجيلي اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته